لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير ديني يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير ديني يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في موضوع عقيدتنا حلقات نتكلم فيها عن العقيدة الإسلامية ما هي موضوعات العقيدة الإسلامية؟ ما أهميتها؟ ما مكانتها؟ ما هي أدلتها؟ في كل حلقة من هذه الحلقات نتكلم عن موضوع من موضوعات العقيدة العقيدة التي يصبح بها صاحبها مسلماً مؤمناً موحداً العقيدة التي هي أساس الدين العقيدة التي هي أساس الأخلاق وأساس الآداب وأساس الأحكام عقيدة الإنسان المسلم عقيدة الأنبياء جميعاً التي جاء بها آدم ونوح وموسى وعيسى هي الدين كما سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذه عقيدة الإنسان المسلم عقيدة الأنبياء هي وحي الله سبحانه وتعالى للناس هي عقيدة أفضل خلق الله هي عقيدة الإنسان المسلم التي اختارها الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يمكن للعقيدة أن تتغير ولا يمكن أن تتطور من آدم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى كلهم جاءوا بعقيدة واحدة هي دين الله سبحانه وتعالى هي الاستسلام هي العبادة لله سبحانه وتعالى هي الإيمان بالله الإيمان بالكتب التي أنزلت على الأنبياء الإيمان بيوم آخر يحاسب فيه الناس أمام ربهم سبحانه وتعالى هذه عقيدة هي إخبار والعلماء يقولون الإخبار لا يتغير فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عن أنبيائه وأخبر عن يوم يحاسب فيه الناس أخبرنا بأن الإنسان مسؤول عن أعماله أمام الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن تتغير أو أن تتطور هل يمكن أن يخبر الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء عن نفسه أو عن صفاته ثم يأتي بعد ذلك نبي آخر فيغير بهذه الصفات هذه أخبار لا يمكن أن تنسخ لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتطور لذلك من أين دخل التحريف؟ من أيدي الناس هناك من حرف في كتب الله سبحانه وتعالى هناك من غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى فجعلوا لله الولاد وجعلوا لله الشريك وجعلوا له الند أما العقيدة فهي عقيدة المسلم جاء بها الأنبياء جميعا جاء كتاب الله سبحانه وتعالى مهيمنا وموضحا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا ومبينا ما دخل عقيدة الأنبياء ما دخل دين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام من تحريف فجاء كتاب الله مهيمنا على الكتب السابقة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لنا العقيدة ليبلغها للناس ليبين لنا كيف كانت عقيدة أنبياء الله سبحانه وتعالى كيف كان آدم وكيف كان نوح كيف تكلموا عن الله وعن صفاته كيف تكلموا عن اليوم الآخر كيف تكلموا عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى كيف تكلموا عن مكانة الإنسان في هذه الدنيا كيف تكلموا عن صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى إذن كلهم جاءوا بهذه العقيدة التي نتكلم عنها وهي عقيدة الإسلام عقيدة المؤمن عقيدة الموحد لربه سبحانه وتعالى القرآن أيها الإخوة من أوله لآخره هو كلام في العقيدة أكثر الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها كلام عن العقيدة من أول سورة إلى آخر سورة نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لمن الحمد؟ لله من هو؟ رب العالمين ما هي صفاته؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لمن نتوجه؟ إياك نعبد وإياك نستعين ماذا نطلب منه؟ احدنا الصراط المستقيم تأملوا في هذه الآيات وهي أول آيات نقرأها في كل صلاة الحمد لله رب العالمين نتأمل في هذه المعاني فهي خطاب لله سبحانه وتعالى وهي كلام عن الله وهي عقيدة الإنسان المسلم يتكلم عن الله ويتكلم عن صفاته ويحمده سبحانه وتعالى ويطلب منه الهداية ويقول يا رب لك العبادة إياك نعبد لب العقيدة هي أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لب العقيدة هي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته ثم بعد ذلك في آخر سورة أيها الإخوة من سور القرآن قل أعوذ برب الناس هو رب الناس جميعا ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنّاس إذن من أول كتاب الله إلى آخر كتاب الله وما بين هذه الآيات كلام من الله سبحانه وتعالى في العقيدة وفي الإيمان لذلك أكثر من ثلثي القرآن أيها الإخوة كلام في العقيدة أكثر من ثلثي القرآن لو تأملنا وجدنا كلام عن الله وعن أنبياء الله وعن صفاتهم وعن أفعالهم وعن صفات الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى وعن سير الأنبياء لفيها دعوة أقوامهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد فإذن كلها هذه الآيات التي نتكلم عنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى لذلك العقيدة هي أساس الدين منها المنطلق البداية تكون من العقيدة العقيدة كما يقال هي المحرك للإنسان عندما ننظر إلى إنسان إلى تصرفاته هناك عقيدة كامنة في قلبه هناك فكر يحمله الإنسان من خلال هذا الفكر يتحرك عقيدة الإنسان المؤمن هي أساس الأخلاق هي أساس الأحكام هي أساس الالتزام فلذلك اهتم بها كتاب الله سبحانه وتعالى وبينها فموضوعاتنا التي نتكلم عنها سنبدأ من القرآن ونبدأ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن أدلة القرآن كيف أثبت هذه العقيدة وكيف دافع عنها وكيف رد على المخالفين نتكلم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعى الناس إلى هذه العقيدة وكيف استدل عليها لابد إذن أيها الإخوة أن تكون هذه الموضوعات موضوعات العقيدة لها أهمية في حياتنا كل إنسان ينظر إلى نفسه المعلومات التي أخذناها عن عقيدة الإنسان المسلم التي قرأناها هذه يجب أن لا تكون معلومات نظرية ولا بد أن يظهر أثرها في حياة الإنسان المسلم ما هي أسس هذه العقيدة وما هي أصولها عندما نتكلم عن العقيدة نقصد بذلك الإنسان يدخل بالإسلام من خلال هذه الأصول ويخرج من الإسلام من خلال هذه الأصول لذلك لا بد أن نفرق بين أصل وبين ما يتفرع عنه ممكن الإنسان يكون عاصيا يمكن أن يكون مذنبا يمكن أن يكون مخطئا والله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ممكن الإنسان أن يقصر في جانب من جوانب العبادات هذا لا يسمى كافرا أما الإنسان لو ضيع أصلا من أصول الدين لو أنه أنكر أصلا من الأصول التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام والأصول التي جاء بها الأنبياء جميعا وهي الإسلام والعبادة لله سبحانه وتعالى عند ذلك يخرج عن الدين حتى لا يتسرع الإنسان بقضايا التكفير من أجل أيها الأخوة أن ندعو الناس إلى هذا الدين عندنا أصول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أوصلها وكيف بلغها للناس هذه الأصول هي قواعد فكرية عقادية في حياة الإنسان المؤمن ينطلق أو تنطلق أعماله من خلالها هي التي سنتكلم عنها العلماء قسموها إلى موضوعات في الإلهيات أي كل ما يتعلق بالله من كلام عن الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى وانخلال الكلام عن قدر الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك موضوعات النبوات موضوع النبوات عن أنبياء الله سبحانه وتعالى سفراء الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الكلام عن الغيبيات الأمور التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام أمور الغيبيات كما تسمى السمعيات كلام عن اليوم الآخر الإنسان له نهاية هناك حياة آخرة هناك حساب هناك جنة هناك نار أخبرنا الأنبياء بذلك فلذلك هذه الأصول هي أصول الدين هي عقيدة الإنسان المسلم هذه التي جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى بشكل واضح أيها الإخوة أدلتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ننتقل لآية أخرى تبين أصول الإيمان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا ضلال من ضل على هذه الأصول أو ضيع أصلا من هذه الأصول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا غاية البعد أن الإنسان يبعد عن ربه سبحانه وتعالى غاية البعد أن يضيع أصول الإيمان غاية البعد أن يبعد عن وحي الله سبحانه وتعالى غاية البعد أنه لا يعرف ربه ولا يعرف أنبياءه غاية البعد أنه لا يؤمن بما آمن به أنبياء الله هذه غاية البعد وهذه غاية الضلال وهذا هو الكفر أيها الإخوة لذلك عندما نضع هذه الأصول واضحة كما جاء نص الحديث فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الإيمان هذا هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه أصول الإيمان أصول الإيمان هي التي تفرق بين المؤمن وبين غيره أصول الإيمان أيها الإخوة هي التي ندعو الناس جميعا إليها لكان عليها الأنبياء أصول الإيمان هي الأساس التي ظل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عشرة سنة يدعو إليها أصول الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنبياء الله والإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر الإيمان باليوم الآخر هذه هي أصول الإيمان كتاب الله سبحانه وتعالى كان دوما يستعمل لفظ الإيمان لذلك يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن المؤمنين والمؤمنات من آنمان بالله واليوم الآخر فالآية تتكلم عن الإيمان هي العقيدة أيها الإخوة الإيمان هو العقيدة الإيمان هو علم ما يسمى علم التوحيد اليوم الذي يدرس علم التوحيد الإيمان هي المباحث الأساسية التي نتعلمها أيها الإخوة وهي أساس الدين والتي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سميناها عقيدة؟ كلمة العقيدة أيها الإخوة هذا مصطلح أصبح مصطلحا خاصا بعلم الإيمان أي إذا أردنا أن نتكلم عن مسائل الإيمان التي يدخل بها الإنسان الإسلام ويعد من المؤمنين له ما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين نقول دخل في عقيدة المؤمنين عقيدة المسلمين أخذنا هذه الكلمة من معناها عندما نتكلم عن المعنى اللغوي لكلمة عقيدة العقيدة في أصلها أيها الإخوة فيها شدة فيها قوة فيها ثبات فيها صلابة العقيدة المسلم هكذا لا تتزعزع لا تتغير عقيدة المؤمن عقيدة قوية عقيدة المؤمن فيها صلابة عقيدة المؤمن فيها قوة لا يمكن أن يؤثر فيه شيء ولا يمكن أن يتوجه لأي شيء إلا لربه سبحانه وتعالى فالعقيدة في أصلها تحتوي على هذه المعاني فتحتاج إلى جزم قوي شديد يتمكن في قلب الإنسان المؤمن فتظهر ثمراته في حياته لذلك كلما كان هذا الأصل قويا كانت الثمرات يانعة كلما كان هذا الأصل شديدا وصلبا كان أثر في حياة الإنسان المسلم أعظم الأعمال الصالحة منبعها من الإيمان من العقيدة الصالحة الأعمال الطيبة التي نراها هي ثمرات أيها الإخوة لهذا الذي تمكن في القلب هي ثمرات لهذه العقيدة لمكانها في قلب الإنسان المؤمن التي ينميها من خلال العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذن هذه هي العقيدة العقيدة تحتاج لجزم وتحتاج إلى قوة العقيدة أيها الإخوة هي علاقة بين الإنسان وبين ربه ثم بعد ذلك هذه العلاقة تؤثر في حياة الإنسان مع إخوانه فالطرف الأول أن الإنسان علاقته بربه صلته بربه سبحانه وتعالى إيمانه بالله إيمانه بعسل الله إيمانه بحساب الله سبحانه وتعالى للناس هذا الطرف إذن هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويستمد القوة من إيمانه بربه إصبح الإيمان في قلبه لكن عقد بينه وبين ربه المؤمنون أيها الإخوة في عقد كيف هناك عقود بين طرفين كذلك المؤمن والمسلم له عقد بينه وبين ربه عقد على الالتزام عقد على الطاعة عقد على العمل الصالح عقد على الإصلاح في الدنيا وعدم الإفساد فإذن هذا العقد بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى نحن نتكلم أيام وقول والله فلان عقد 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 بيع في طرفين هناك بائع وهناك مشتري قول هناك عقد زواج عقد بين طرفين خاطب ومخطوبة هذا العقد يؤلف بينهما هناك عقد إيماني هذا العقد عقد موثق أيها الإخوة في قلب الإنسان كيف يعقد الإنسان عقده ويربط عليها إيمان الإنسان في قلبه عقد عليه إيمانا جازما شديدا قويا فأصبح هذا الإيمان في أمان وأصبح صاحبه في أمان لعلاقته بربه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ننظر لحياة الإنسان وأعمال الإنسان وأخلاق وأدابه فنجد ثمرات لهذا الإيمان هناك أيها الإخوة بعض الناس توسعوا في قضية الإيمان وفي قضايا العقيدة فأدخلوا في العقيدة أموعا ليست من العقيدة وهذه من الأخطاء الشنيعة أيها الإخوة بعض الناس يتسرع الآن في تكفير الناس تتكلم ليش كفرت فلان قل لك والله فعل الفعل الفلاني طب هذه الأفعال متى كانت مكفعة نحن تكلمنا عن أصول الإيمان لذلك لازم نحط هذه القواعد العامة والأصول الإيمانية أمام أعيننا ونحن نتكلم عن الدين هذا هو الدين أيها الإخوة هذه العقيدة العقيدة هي أصول قوية متينة يؤمن بها الإنسان لكن إذا قصه ممكن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى فلا يخرج عن الدين لذلك نجد هناك بعض الفقهاء القدماء توسعوا في هذا المكان فدخلوا بعض العبادات في موضوعات العقيدة نحن موضوعاتنا في العقيدة إذن نتكلم عن أصول الإيمان فمعناها من دخل أو آمن أو صدق بهذه الأصول فهو مؤمن فلا يخرجه عن الإيمان عمل لذلك نجد بعض البدع التي ظهرت الخوارج عندما قالوا بأن من فعل المعصية كفر مجرد فعل معصية يخرج من الدين لأنهم جعلوا العمل من الإيمان نجد كذلك الشيعة عندما جعلوا الإمام أصلا من أصول الدين هي من أصول السياسة حاجة الناس لإمام لوليا لأمورهم فجعلوه أصلا وقدموه على أصول الدين الأخرى وقدموه على العبادة وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم فلذلك أيها الإخوة كلامنا في العقيدة من أجل أن نتوضح هذه الأصول من أجل أن نتبين عقيدتنا التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من أجل أن نتوثق من إيماننا من أجل أن نحافظ على الإيمان في قلوبنا وأن نبلغه للناس أن نبلغ دين الله الذي اغتضاه الله لعباده والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقيًا والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب